مفيش عيلة مثالية ومفيش قريب ما بيتخنقوش في النهاية يعني احنا مش ملايكة احنا بشر من لحم ودم وده كان واضح في استقبال الطوارئ في المستشفى يعني بعد الخناقة الاخرانية ان كان في لحم ودم فعلا فعرفنا ان احنا من لحم ودم السؤال بقى اللي يخلي القريب اللي من لحم ودم واحد يتخنقوا ويسياحوا الدم بالمنظر ده طالد اسباب كتيرة جدا وتفهم ان انا طفل صغير وانا متابع انواع الخناقات بتاعت القريب على سبيل المثال فيه اشهر خناقة بتحصل بشكل دوري بين القريب كل خميس كل جمعة كل ما يتقابله اللي هي خناقة العيال الصغيرة اللي ضربوا بعض اللي بيتعكي فيها الكبار زيزو قال لي ميشو انه ضعيف وشبه البنات فميشو سخن اداله البنيا في وشو وقع له سنة لابنية ام زيزو تصوت وتزعق في ميشو تقول انه مش متربي ام ميشو تصور لكرامتها تاخد صف ابنها طبعا بمنتهى التفاهة وتقول ان الولد كان في حالة دفاع شريع عن النفس ام زيزو التانية تقفش برضو كلمة من هنا على كلمة من هنا ولعت حريقة بقى فيه طار بايت بين العلتين واسنان كتير طيرة في كل حتة وحمام دم وقطيعة لا يعلم نهايتها الا الله عندك خناقات الافراح يعني مثلا قبل الفرح فيه الخناقة بتاعت مين عزم مين وما عزمش مين هنا بقى تسمع الجمل الدرامية بتاعت ايه ما احنا برضو نشرف يعني وعندنا بدل وجرفطات يا عمو حضرتك كنت محبوس انت كنت في السجن واخد ثلاث سنين سجن قولك ولو تعزمني تعزمني وانا اعتذر انا مالي اثناء الفرح بقى عندك الخناقة بتاعت ليه حمزة بن ماهة هو اللي مسك المصحف اللي مفتوح كلا ده في الزفة قدام العريس والعروسة ومش مروان ابني ليه هو مروان وحش اهبل كافر ما يمسكش المصحف ليه ليه وخناقة جوا القاعة بقى ما تفهمش ليه الرأس الهستيري والتنطيت والعرق والفرهضة بيعتبروا علامة من علامات الوفاء كده والمجاملة والطراب وطلعا يخش ارقص ارقص لقرايبي واللي ما يرقصش لغاية ما يقع من طوله ويبقى قليل الادب مش جاي جاء مش فرحان مش جاي ما عملتش الواجب فيه هز اعمل الواجب هلا ها فين الواجب اوب يلا ها واجب بتاع طنطي فيه اه بعد الفرح من اول طريقنا للبيت لغاية ما نتفرج على الفيديو بتاع الفرح خناقات يجي بقى السؤال اللي هو ايه معاه مصمصة شفايف كده بقى من طنطي دي لاتين هي بنتك مقامتش تهيص لبنتي ليه ها ليه يا حبيبتي مش بتحبها ولا متغازة منها مالها طب ما يمكن البنت خجولة او تعبانة او بتحافظ على كرامتها مش عايق زي بتعمل الحاجات دي مش واخدة منشطات زي الناس التانية ما تسيبوا الناس في حالها ليه ارقص غصبة عني ارقص وخناقة طبعا في بقى خناقات العزومات اشهرها الخناقات العكسية اللي هي لما تعزم انت حد على عشاء مثلا هو ميجيش يقول له احنا صحيح مش قد المقام بس نضاف والله وبنغسل الشوك والمعالق والاطباق كويس نضاف يعني مفيش حاجة حبيبي حضرتك انا كنت في العناية المركزة برضو مفيهاش حاجة لما كنت تعدي تاكل لقمة معانا يعني وترجع على عنايتك تاني في احنا واحنا مش هنعتني بيك هالعناية هتطير يا حبيبي لقمة انا كنت معلق محليل واحنا اثرنا طب ما تيجي نجيب لك محليلك ونجيب لك حاجتك ولا كتير علينا يا ابن انا كنت بين الحياة والموت كمان طبعا بين الحياة والموت جنبنا هنا ومتعديش تكبر بخطرنا حتى ولو مكتر خيرك يعني ما احنا مش قد المقام وحاجتنا مش نضيفة وقطيعة طبعا طبعا في العزومات فيه خناقات تعدمني مشهورة اسمها تعدمني تعدمني لو ما اكلت الوركة ده يا رب اموت لو ما ضربتش طبق المحش ده لماذا كده؟ الموضوع بيتطور طبعا للحلفان بالطلاق طب طلاق تلاتة لو ما كلت لكم مطلق بانتخالتك اللي قاعدة في البداية ليه؟ فيه خناقة عزومة اول يوم رمضان تخيل؟ اول يوم رمضان ده عند مين؟ دي خناقة وليه عندك انت ومش عند انا؟ هتفرق في ايه يعني؟ ما تروحوا اي حتة؟ ايه الشرف العظيم في ان العزومة تبقى عندك؟ يعني يعني هتبق انت الدولة المستضيفة لدورة الالعاب الأولمبية مثلا تتنفس في ايه؟ انت غوين شقة؟ ما لسه رمضان في 30 يوم لسه بدري والله والله لسه بدري يا شهر الصيام احنا دايما كده المناسبات السعيدة دايما تقلب بناكت كده لا والحزينة كمان على فكرة تعرف فيه خناقة عن ناعي؟ ايه فيه خناقت على الناعي لو مين اسمه جي قبل مين في النعي وليه؟ ليه ده قبل ده؟ وليه تكتب ان المرحمة بأنسيب الأستاذ عادل شوكت بس؟ من غير ما نكتب ان الأستاذ عادل ده كان المدير الإقليمي للشركة الدولية للصناعات الدوائية سابقا وبالولايات المتحدة الأمريكية حالية بعد التقاعد لماذا ما نكتبش كده؟ لماذا عمك ما يقودش وضعه؟ فيه خناقة قريبنا اللي رجع من السفر ومش جايب هدايا؟ او جايب لحد وحد لا او جايب لحد أقل من حد او جايب لكل الناس وهو لا مش جايب لنفسه اي تلكيك؟ فيه غير خناقات الهدايا فيه خناقات الفلوس لما تخش مع قريبك الجامعية لازم تقلب خناقة معروفة العدية النقطة قريبك اللي بيخش مشاريعه ويفشل بمنتهى الحب تسعتاشر مرة في حياته وكل العيلة لازم في كل مرة تلمي فلوس عشان تنقذه او خناقة قريبك اللي عنده مشروع بيبيع اي حاجة وانت اشتريت من بره ما اشتريتش من عنده حسام ازاي بقى؟ يعني ما تشتري يا اخي من عنده حسام ما تقوم دلوقتي تشتري من عنده حسام يعني انت اللي انت جايبه ده وحسام عنده وحش في الخناقة اللي ما بين اي حد من العيلة وقريبك الواسطة ده بيبقى شخص يعني ربنا فتح يعني حظه كده ربنا فتح عليه بمركز شوية علاقات فالعيلة كلها بتستخدمه اسوأ استخدام طول حياته تلاقي تليفونه ما بيبطلش معلش والنبي فؤاد عليه مخالفات شيلها عماد عليه غرامات شيلها زياد عنده اللوز شيلها اعتماد قتلت واحد اقشيلها انت برضو وهكذا يتحول لمجمع التحذير تبدأ العيلة كلها تزعل منه لانه محققش كل احلامهم وطموحاتهم وبعدين الطلبات بتفضل تتصعد لحد ما توصل لبند المستحيلات اللي هو ان ابن عايز ادخل ليبني لنظره ميناس 30 ووزنه 35567 كيلو كلية قوات الجواهي تصرف ولو دكتور في العيلة فيه خناقات بتاعته برضو لانه مطلوب منه يكشف على العيلة كلها ببلاش وفي جميع التخصصات تسألنش ازاي حتى لو دكتور بطري هيشتروا سلاحف ويروحوا له يكشف على السلاحف ببلاش في كل حتة في السحلفة او اي تخصص مهندس بقى مدرس سباك رائد فضاء مدرب تنمية بشرية اي حد بيعرف يعمل اي حاجة مميزة في العيلة لازم تلاقي تلتين العيلة شايلة منه علي علي علينا يا سيني من ساعة ما بقى دكتور وما بيشتريش من عنده حسام ما يشتري من عنده حسام كمان يعني بقى دكتور وما بيكشفش على السلاحف وما بيشتريش من عنده حسام لا ده يوم وازرق طبعا كمان فيه خناية انت مش عايز تتجوز بنت خالتك ليه؟ مالها بنت خالتك انا مش بحبها لا الحب بيجي بعد الجواز بصوا تنطع انا فعليا بخاف منها الرعب بيمشي بعد الجواز طب تنطع انا لسه صغير هتعجز اثناء الجواز عادي ولو ما تجوزتهاش العلتين هيتخنقوا ولو اتجوزتها برضو العلتين هيتخنقوا انت عارف جواز القرايب ومشاكلوا انا بقى الحمد لله علاقتي بقرايب كلها زي الفن عارف ليه؟ ليه؟ لاني باشتري من عنده حسام اياح تتناغي طب تكشف على السلاحف؟ لا مش للدرجات انا لحمه ودم على فكرة حسام عنده سلاحف لو اجبت سلاحف من بره حسام يزعل فانا بجيب كل حاجة من عنده حسام